لكن هنبتدي حلقتنا النهاردة بفوز النادي الأهلي بثلاثية على نادي أسوان وتصدر النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز النهاردة كان فوز مهم جداً للعب النادي الأهلي واستعادة الثقة مرة أخرى ونغمة الانتصار مرة أخرى للعب النادي الأهلي اللي أدوا النهاردة مباراة كبيرة أمان فريق محترم وفريق دو شعبية كبيرة نادي أسوان النهاردة أحرز أهداف النادي الأهلي محمود كهربا واللاعب أحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشي زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم دي أهداف اللقاء الهدف الأول كان من أسست رائع لله بحسين الشحات قدر يسكنها محمود كهربا على يمين حارس المرمى وده هدف من الهداف الحلوة لقدرت تفتح النهاردة المباراة بعد ما كان فيه تكتلات دفاعية كبيرة في بداية المباراة من لعبي أسوان ده الهدف الثاني وشفنا بداية الهجمة مروانة عطية واحد من نجوم المباراة لهدف الثاني برضو صناعة حسين الشحات لأحمد عبدالقادر اللي بيقدي مستويات عليها لكن النهاردة واحد من نجوم المباراة حسين الشحات اللي خد مانوف داماتش بعد نهاية المباراة برضو مروانة عطية النهاردة لعب مباراة كبيرة جدا وبرضو زي ما احنا شافين بيشترك في الهدف الثالث من ناحية اليمين عن طريق محمد مجد أفشا برضو بيسكنها على يمين حارس مرمى أسوان النهاردة إيجابيات كبيرة جدا بعد مباراة الأهل وأسوان زي ما بقول لحضراتكم النادي الأهل بيستعيد لغة الانتصارات مرة أخرى تصدروا لبطولة الدوري آه لسه عندنا متشين مؤجلين لكن إن شاء الله النادي الأهل قادر على الفوز فيهم ويرجع النادي الأهل تاني لبطولة الدوري البطولة المحببة إليه لكن النهاردة هنروح لصورة حلوة وصورة مضيئة في مباراة أسوان اليوم